نحتاج إلى 340 جرام من الشوكولاتة البيضة، نصف علبة حليب مكثف محلة، نحتاج كمان لكرامبري، فستق حلبي، عصير بردقان وبرش البردقان نحن نعملها بالشوكولاتة البيضة، هناك الكثير من يقولون اسم الشوكولاتة البيضة بإمكانهم يعملوها بالأسود، يضع الخلطات الحلبي والكريامبري، هذه اختيارية يعني إذا ما عندكم هدول التنين، حطوا جوز، في الكوكيز الأسود، المحشي، أي نوع من أنواع الشوكولات الجامدة بتكون بالضبط، بالضبط، هذا بإمكانهم يعملوا الحشوات اللي هما بدهم أول شيء، سأضع الحليب المكثف المحلة، وبإمكانك تعمليها على النار، بإمكانك تعمليها حمام بخار معنا 3 ساعة فاعة مهلك، انا سأشيرها شوية صغيرة، عبر ما تبرد العين، لأنها شوية كانت حاميدة، نحرق معك حامل، سناء، حلق، بعد ما نزلت الحليب المكثف المحلة، سننزل الشوكولات عليها الشوكولات البيضة، وزي ما قلنا بتقدروا تستعملوا الشوكولاتة عادية بالضبط، بظلني أحرك حتى تدوب كل الشوكولاتة معي ما بتأخذ وقت نعم، إذا نوعية الشوكولاتة كويسة، يعني برضو بليز هاي، انتبهوها دايما نستخدموا نوعية شوكولاتة تكون كويسة بالضبط اوكي، أنا دابت عندي الشوكولات ديمون، هلأ حضيف الكرامبري يس، هلأ حطينا الكرامبري والفستو وحضيف الفستو الحلبي، شو بتكم أسهل من هيك وصفة؟ وحضيف البرش البردقان، طبعا إذا ما بتكم برش بردقان بإمكانكم تضيفوا برش ديمون وعصير لهم أكيد، بس أسكن مع البردقان؟ مع البردقان، خصوصا مع الوايد شوكولاتة نستخدم صينية كبيرة، يعني بدنا إياها تكون صغيرة على الأساس أنها تتلع، يعني كثافة الحجم تعطي تكون كويسة زي الحجم اللي عملتي هون هيك امتهت، شوفتها أسهل من هيك حلو، صراحة، وأجرى مو عادي، هلأ نفردهم بصينية زي ما قلنا، هجنها تقريبا قدي يعني هذي تقريبا تسعتاش باثنين وعشرين تقريبا تقريبا تسعتاش باثنين وعشرين تقريبا يعني اللي عنده هدا الحجم أو إذا ما عندكم هاي الصواني كدروا بالبايركس البايركس الأساس، بالضبط، هلأ أنا حطيت قطعة زبدة وخلات الأطراف تطالع ورق الزبدة على أساس أنه وقت ما تبرد، أطلعها بكل سهولة ياس أسعدك، أو خلاص؟ ياي حسنتي حمزة وبتجمد بسرعة هذي بتاخذ وقت في الثلاجة غبيبا ثلاث في اربع ساعات بتكون تماما شكراً لمتابعتكم وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل إشي جديد موسيقى